اشتركوا في القناة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظكم الله ورعاكم ملك مملكة البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تلقينا ببالغ الشكر وخالص التقدير برقيتكم الكريمة المهنئة بنجاح أعمال معرض البحرين الدولي للحدائق للعام 2018 الذي يقام سنويا برعاية كريمة من لدى مقامكم السامي وبتنظيم من المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وبالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية في الدولة ويشرفنا بهذه المناسبة أن نعرب لجلالتكم عن بالغ امتناننا لما تشهده خطط وأهداف المبادرة الوطنية من دعم ملكي نعتز به أشد الاعتزاز ونحرص من خلالها على تلبية تطلعاتكم السامية للارتقاء بالقطاع الزراعي والمحافظة على التقاليد التاريخية العريقة التي رصدتها مسيرة التنمية الزراعية في مملكة البحرين والتي تأسست على يد حكام البحرين الكرام منذ أكثر من سبعين عاما وكان من بين تلك الجهود البارزة إسهامات جلالتكم الكبيرة لاستدامة هذا التطور والنماء بما يتناسب مع ما تشهده البلاد من نهضة وطنية رفيعة تستمد قوتها من رؤية ملكية سباقة وتعتمد دعائمها على جهود أبنائها وبناتها ولا يسعنا في ظل ما تحظى به أعمال المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من اهتمام ومتابعة شخصية من لد جلالتكم إلا أن نؤكد على التزامنا بتوجيهاتكم السديدة التي تنير لنا درب البذل والعطاء للوصول إلى ما تطمحون له من تنمية ورفعة لهذا المجال الهام مؤكدين كذلك سعينا المستمر لتطوير أعمال المعرض كمنصة دولية متخصصة تروج لما يتحقق من إنجازات وطنية تتألق بتلك الروح البحرينية الطموحة التي تتحلى بها كواديرنا المتطلعة للنجاح والتميز وبما يبعث على الدوام الفخر والاعتزاز ودمتم في حفظ الله سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرينتكم سبيكا بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ترجمة نانسي قنقر